طارق عمر محافظة بنك المركزي حصل على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن أو في نيويورك على جائزة أفضل محافظة بنك مركزي في منطقة المنطقة العربية وشمال أفريقيا الشرق الأوسط خالص التهنئة ليه يستحقها جائزة دولية أنا وانت ممكن نطلع القطة الفاصة في قرارات طارق عمر وانا مش خبير اقتصاد عشان نقش وانا دايما بقول انا مع رجل الشارع طالما اشتكه يبقى فيش أكوى انت ما نجحتش في حلها لكن طارق عمر قال بعد سنة من الاصلاحات اللي عملناها احنا محتاجين مزيد من الاجراءات الهيكلية سيبك بالمصطلحات الاقتصادية لكن عشان تقبل ايه يا استستاري قال عايز أقل للفوارق بين الطبقات طبعا ده تصريح كبير جدا وعايز أقول لك أنا ما أريدش تصريح بهذا الوضوح اعرضوا التصريح على الشاشة يا شباب ما أريدش تصريح بمثل هذا الوضوح على لسان مسؤول كبير في الدولة المصرية وربما منذ عشر أو عشرين سنة طيب ماذا تعني كلمة تزويب أو خفض الفروق بين الفقراء والأغنياء خلي بالك عندما يتحدث طارق عامر فهو يقصد هنا فروق اقتصادية لكن وانت عايز تدوب أو تقلل بمعنى أصح الفوارق بين الطبقات في المجتمع المصري فأنت بتتكلم على فروقات كثيرة جزء منها اقتصادي فلوسي يعني جزء منها اجتماعي يعني وجزء منها تعليمي صحي انت محتاج ان انت تفتح هذا الموضوع انا بفتح الموضوع ده وانا بتكئ على تصريح السيد طارق عامر ربما كلامي يكون برنامج لمرشح رئاسي لماذا لا يكون هو عنوان البرنامج الانتخاب القادم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لو قرر بشكل نهائي وحاسم انه هيرشح نفسه احنا بعد الاصلاحات الاقتصادية مصر بقت طبقتين لا سالس له طبقة الوسطى بسبب الظروف الاقتصادية الضغطة تعويم الجنيه نزلت تقين وصلت للطبقة الدنيا وعدنا جملة دايما بنرددها في منشطات الصحف وفي مقالات كبار كتاب الرأي الاغنياء يزددون غنى والفقراء يزددون فقر النص الاول ما اقدرش اعترض عليه يا عم الله يغنيك احسن تقول الخير طالع بصصلي في القرشين لو حلالة الله يبركلك لو حرام ربنا ياخدك انت والفلوس الحرام لكن انا بتكلم في ايه ازاي ندوب الفوارق الفوارق بتتسع بشكل كبير جدا وعايز الفي تنتباه صانع القرار الى لقطة حصلت الاسبوع اللي فات رئيس عبدالفتاح السيسي زيه كمواطن زي كمواطن فرحان بصعود المنتقب المصري لكاس العالم لاول مرة بعد 28 سنة من حقه ان يكرم المجدين المجتهدين الفائزي كرم مبارح شباب بتوع رواد التكنولوجيا المعلومات من حقه يكرم ده فطلع تصريح ان هو هيصرف بكافأة مليون ونص مليون جنيه طبعا انا شرحت ده في البرنامج الاسبوع اللي فات وبناء على تصريحات للرئيس اتحاد الكورة ان الفلوس دي جايلنا من الاتحاد الدولة للكورة القدم بس الناس عارف ثبت المطش الغلابة البسطاء يا ريس انت راحت الدول مليون ونص هو محتاج طب بص العين الرأفة للغلابة لو في سنوات تانية اعتقد الجملة دي ما كانتش هتطلع كانتش هتطلع فكرة ان احنا عملين نبص احنا بقلنا كم سنة عملين نبص البعض بشكل اكبر الاغنياء يزددون غنى الفقراء يزددون فقر طيب نعمل ايه نعمل ايه ده رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة ده دور رأس الدولة اللي هو رئيس الجمهورية ودور الحكومة ودور البرلمان تلت مؤسسات ايا كان اسماء اللي بيتولوها مؤسسة الرئاسة مؤسسة السلطة التنفيذية المؤسسة التشريعية كيف نسعى الى تزويب الفوارق بين الطبقات هل نتجه الى ما اتجه اليه الرئيس الراحل عبد الناصر وياخد قرارات عن ترية سورجية بالاستلاء على اموال الاغنياء عبر ما سمية وقتها بالتأميم لو انت حتى كرئيس جمهورية وكحكومة وكشعب عايز تعمل ده ده العالم يقفلك بره مفيش مستثمر هيجيلك على الباب بره زائد ده يعني بلطجة ما ينفعش نفعش ان انت تستولي على مال البشر دون قانون يعني الديني قانوني يصدر عليها حكم ان انا فاسد والمال ده جراء سروات حرام زي ما بيحصل في التحيات اللي شوف لها سلطين الحكومة تقودها دولة تقودها طبعا وبالتالي فكرة التأميم لا انا عايز الغني يزداد غنة بس عايز الفقير يصعد يبقى قدامه امل يطلع اول حاجة لو انت عايز تتكلم فيها ما ينفعش نقول احنا عايزين العدل لان العدل مش موجود الا عند عند رب العدل العدل نفسه اللي هو رب الله سبحانه وتعالى والعدل لن يتحقق على الكرة الارضية لن يتحقق الا يوم الايام الميزان لما نمسكه انت بتطلب بحاجة اسمها العدالة تدلع شوية العدل وتسميه العدالة كان عندنا وزارة للعدالة الانتقالية العدالة عمرها مكانة انتقالية العدالة ينبغي ان تستمر بشكل دائم طب ازاي حقق العدالة رقم واحد عايز تزوب فوارك بين الطبقات عليك ان تسعى الاغنياء اللي بيزدادونها غناء هل الضرائب اللي بنحصلها منهم هي ضرائب حقيقية وواقعية هل النسبة دي نسبة معقولة ولا نسبة قليلة قوي هل الاعفاءات الاعفاءات الضريبية لا ينبغي ان تستمر بهذا الشكل انا عايز اقول لك وانت بتتكلم على ارباح شركات ما مكلمش انا على الجال اعمال احادنا بس عليك ان تطالع مثلا القوائم المالية اللي بتروح للبورصة المصرية عن الارباح اللي بتحققها شركات المحمول او شركات الاسمنت والحديد والصيراميك حاجات كتيرة ارباح مليارية واحنا مصريين اللي بدعنا قس الفساد لو انت بتسألني فاسدين الا من رحم اربي وتلاقي يجيلك واتساف رود كده يقول لك انا عندي مكتب محاسبة قانوني اطلعك منها باشا زي شعرم العجين تدفع ليه للدولة مليار جنيه هم اخرهم الخمسين مليون وتتعشى علمت من مصادر بان فيه كبار في الدولة محامين كبار واطباء كبار بيدفعوا في اقرارهم الضريبة خمس تلاف وخمسين الف جنيه علما بان هؤلاء المحامين عشان يقروا قضية بيدفعوا 100 الف جنيه بياخدوا 100 الف جنيه ازاي اوصل لهؤلاء ما انا عايز اجيب موارد للدولة عشان اقول للدولة قال لي للفوارق بين الطبقات هطالب الحكومة بايه خدت حق الدولة والمجتمع تعالي نرفع مستوى التعليم والصحة لأفراد المجتمع ما يبقاش ابن الغني خريج الجامعات العليا في بلاد العالم ولما يرجع هو لابس احدث بدلة ورايح احدث مؤسسة في باص واغنى مؤسسة في باص غير انه هو ابن فلان ما انا متعلم تعليم كويس يتاك فاكرين الفتى عبد الحميد شتى قدم للخارجية المصرية في اواخر عصر الرئيس الاسبق حسني مبارك نجح في كل الاختبارات اختبارات الخارجية المصرية اللي يدخلها اختبارات فضيعة كل حاجة لغة معلومات عامة دول ودراستك ومؤهلك والكلام تخيل مكتوب قدام هذا الفتى العشريني ناجح 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 لكن في النهاية الدوله شهادة يرفض لن يعين بالخارجية لانه غلائك اجتماعيا عشان كان ابوه مثلا حارس عمارة فده لأ ما ينفعش ليه ما ينفعش لو انت بتكلم على تزويب الفوارق بين الطبقات ابن البواب ده انا عايزه يبقى وزير خارجية ما للطبقات هتنتائل ازاي هو انتوا عايزين الفقراء يظلوا فقراء والمهمشين يظلوا مهمشين ما يخرجش من بين سلالتنا واولادنا واحفادنا وزراء ورؤساء جمهوريات يا راجل عبد الناصر كان ابن بستاجي السادات مبارك كلهم جايين من عائلات اقل من الطبقة الوسطى ازاي احنا قفلنا الباب ضد اجيال وضد شباب تخيل تخيل ده لا يحدث في المجتمع المصري وتخرج تصريحات لوزراء عدل وهم ابعد ما يكونوا عن العدل يقولك اللي يدخلوا النيابة والقضاء لازم يكون ولاد قضاء تخيله هل ده يجوز هل ده ينفع وانت بتكلم على تزويب الفوارق بين الطبقات لازم امشي في المجتمع لو انا اختصمت مع ابن رئيس الجمهورية وروح نقس مع بعض ما فيه سماعة التليفون هتترفع ولو ابن رئيس الجمهورية اخطأ ويباد في الحجز يطبق عليه القانون تعالى نتكلم على اعلى سلطة في البلاد هو ده الاحساس اللي لازم يكون عندي كمواطن كل المواطنين سواسية امام القانون البعض ممكن يتفرج علي يكاكا يضحك وممكن يشتمني كمان في سره ولا حتى علانية بس لو انت عايز تتكلم صح انا بجيب لك الكلام على ابو على ابو عايز تزوب فوارق بين الطبقات ما فيش ابن استاذ الجامعة في كلية الطب يبقى نازل من بطن مراضع طب وهو فاش البرغصة ما ينفعش ابناء الطبقات الدنيا يتم تأخير تعيينهم كمعيدين لان المنصب محجوز لابن عميد ده بيحدث في مصر يحدث في مصر عمر الفقراء ما هيطلعوا للطبق الوسطى وعمر الطبق الوسطى ما هتصعد اجتماعيا لفوق ده اسمه في علم الاجتماع الحراق الاجتماعي مش معنى ان انت مولود فقير او من طبقة صغيرة ان ما يبقاش قدامك فرصة تبقى فوق قدامك فرصة لو في المجتمع بيطبق العدالة العدالة على الجميع الغاء الوسطى مش نظرية ما تعرفش انا ابن مين التي لا تزال سائدة لا ما تقربش من فلان يعمل في جهة سيادية ما عرفش ما عرفش عن ايه يعمل في جهة سيادية انا لما بسمع الجملة دي بتنطط بقى انت حضرتك بتعمل في جهة سيادية ايا كان مخابرات مثلا جيش سيادتك شرطة امن وطني رئاس الجمهورية انت موظف انت موظف طالما بتاخد مرتب مني انا كدفع دراهم انت موظف زيك زي المحاسب زي المدرس والله ما على رأسك ريشة والله ما على رأسك ريشة وتعلمت في البلد دي بفلوسي كدفع دراهم احنا محتاجين صورة محتاجين صورة حقيقية لو ما كان الرئيس السيسي وعزمت على الترشح يكون في برنامج الاجتماعي فعلا تقليل الفوارق بين الطبقات العدالة تسود لن يجلس احد امام احد وحاطت رأسه برأسه الا بالقانون وبالعد وبالمسواة عايز تعليم حقيق اليك همواطن عشان اقدر ابن فلان اللي تعلم برا انا مش اقلم انه عايز صحة حقيقية طلعوا لنا قانون التأمين الصحي لا تعرقلوا صعود ابناء الطبقات الدنيا لانهم يكونوا في طبقات وسطة وعليا من حقه يحلم يبقى شغال قاضي يبقى شغال في المخابرات عامة وعسكرية الجيش للامانة لا يلفز ابناء المجتمع المصر تخيل قولة حق الواحد يقولها اي حد تنطبق عليه الشروط والمعايير بيتاخد طبقات دنيا طبقات واخد كلهم لكن تخيل احنا عندنا لسه تمييز تخيل احنا عندنا تمييز تمييز ان المسيحي الطبيب المسيحي ما يدخلش قسمة امراض نسا تخيل العقلية وصلة فين تخيل الفجر في التفكير والشطط في التفكير يوصل بك لحد فين